في هذا الفيديو سوف نشرح كيف نقوم بإنشاء بروفايل نظام تشغيل ايفون الجهاز يعني هذا البروفايل سيبدو علينا متسليم من الجوال ايفون يمكنكم استخدامه في امور لا تعد ولا تحسن دعونا نبدأ على بركة فيله اول شي سيدي سوف تقوم به سوف تدابي لبرنامج شاهد الحلقات المقبلة حتى تعرف كيف تتلاعب كيف تتحرك وكيف تستخدم البرنامج كريت بروفايل على هذا الشكل نختار نظام تشغيل ايو اس اللي هو الجوال هنا بهذا الحلق الايفون وسوف نختار نظام تشغيل اصدار يعني اصدار 18.1 مثلا ناخده اختار 17 واختار نظام تشغيل المتصفح الكروم مثلا اخير اصدار احسن شي اخير اصدار ونختار مثلا محرك البحث بحكم انك سوف تستخدم البروكسي المجاني فسوف تدريك الكاتشا اختار بنك حتى لا تزعجك الكابتشا اختار جوبل اذا كنت لا تتسوق هنا سوف نختار البروكسي كما قلت وفي العديد المناسبات اذا كنت سوف تستخدم بروفايل جوال قم باستخدام البروكسي مرة اخرى او استخدام بروكسي جديد اذا كنت سوف تقوم بانشاء بروفايل جديد ونظام تشغيل الحاسوب او الحاسوب سواء كان الماك او الويندوز اياك ثم اياك ان تستخدم البروكسي مرة اخرى على ذلك الجهاز يعني هذا ممنوع وسوف ادي لحضر الحساب نحن سوف نختار بروكسي جديد فقط لكي نشرح لكم ونقر على سيف الان سوف اذهب الى البرفرنس وسوف اتلاعب بعد الاعدادات بناء ان نتجة متواضعة تشتغل معي على سل على سل بكوستوم بوكماكس نعم سينك بوكماكس نعم سينك هستوري نعم سينك اكستنشن نعم ستوراج نعم وسوف افعيل هذا الخيار وعمل على كريت بروفايل الان قمنا بانشاء بروفايل سيبدو على اننا متصلين من الابل ايفون انا متصلين من نظام تشغيل ظهرت انا الكابتشا بحكم اننا على البروكسي المجاني اذا كان البروفايل جديد فهذا عادي يجد انتنا لك الكابتشا ليس هناك اي مشكلة لاحقا لاحقا سوف تختفي الكابتشا بحكم ان البروكسي سوف تجمع كوكيز سوف تجمع بياناتين المتصفح هذا فاضي فارغ وبالتالي جوجل تشك المتصفحات تشك انه متحركات البحث تشك انه هذا مزيف فاذا جمعت الهيستوري فقط سوف نشرح هذه الامور لاحقا في حلقات مقبلة لو يهمك اوكي لا تزعيج نفسك نلتقي ان شاء الله في حلقة مقبلة لكي نشرح امور اخرى